أزمة العمالة بين الكويت والفلبين انتهت بتوقيع اتفاقية بين الطرفين لتنظيمها فيما لا يزال الحضر قائما الفلبين أوفدت إلى الكويت وزيري الخارجية والعمل وعدد من المسؤولين لتوقيع اتفاقية لتنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية وهي الاتفاقية التي أكد وزير الخارجية الفلبيني آلام بيتر كايتانو أن من شأنها التمهيد لرفع الحضر عن سفر العمالة إلى الكويت قرار رفع الحضر يعود للرئيس أنا ووزير العمل والمستشار الرئاسي الخاص بالفلبينيين العاملين في الخارج سنقدم توصيتنا للرئيس بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها الكويت من جانبها رحبت بالوفد الفلبيني واعتبرت أن من لا اتخذت خطوات عملية تؤكد حرصها على العلاقة الثنائية نركز على كيفية العمل على تقوية وتعزيز العلاقة التاريخية بين الكويت والفلبين وكيفية استثمار هذه الزيارة بمناقشة خطة عمل مستقبلية للتحضير لزيارة فخامة رئيس الفلبين لدولة الكويت إن شاء الله الرئيس الفلبيني كان أعلن عن فرض حضر جزئي على سفر عمالة بلاده إلى الكويت بعد حادثة العثور على جثة لعملة فلبينية في ثلاجة بمنزل مستخدمها بالكويت وهي الحادثة التي تلاها إعلان البلدين الطفاوض حول اتفاقية لتنظيم حقوق العمالة الفلبينية قبل أن تتأزم الأوضاع بينهما أكثر إثر قيام دبلوماسيين في السفارة الفلبينية بمعاونة عمالة على الهرب من منازل مستخدمها تصرف طالبت الكويت على إثره السفير الفلبيني بالمغادرة ليرد الرئيس الفلبيني بإعلان فرض حضر كامل على سفر مواطنه إلى الكويت الاتفاقية التي وقعها الطرفان من شأنها إنهاء الأزمة بين البلدين لا سيما وأن وزير الخارجي الفلبيني أعلن أن بلاده ستعين سفيرا جديدا في الكويت قريبا علياء عزدين العربية